استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تعزيزات وآليات تابعة للميليشيا الحوثية الانقلابية شرق محافظة الجوف مصدر عسكري قال ان الغارات استهدفت تعزيزات وتجمعات للميليشيا شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة واضف المصدر ان الغارات اسفرت عن تدمير آليات واطقم للميليشيا ومقتل واصابة كل من كانوا على متنها وتشهد جبهات شرق الجوف مواجهات مستمرة بين قوات القيش الوطني التي تواصل تقدمها وانتصاراتها على الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران